السلام عليكم جميعا و الله عدكم العافية قبل لا نام دزولي فيديو عن دكتور يتكلم شون يقول يقول ان الناس اللي شربون قهوة من غير كافين وفي ناس يشربون قهوة مع كافين سواوا دراسة ان الناس اللي شربون قهوة مع الكافين يشتهون السكر لدرجة ما تصورونها اما الاشخاص اللي ما يشربون كافين مع القهوة عادي يعني ما يشتهون السكر خلق اقول لكم تفاصيل الدكتور ما ذكر التفاصيل ولكن حبيت اقول لكم التفاصيل الصحيح اللي 100% انا بكل فيديوهاتي احب افصل احب اللي يسمعني او اللي يشوفني يعرف مو بس ياخذ المعلومة اوكي لا لا تعرفش شنو قاعد يصير بالجسم اوكي شوفوا اي شي فيه كافين سواء القهوة او الشاي الكافين شي سوي هو زين يزيد دقات القلب حلو ولما تزيد دقات القلب شون يصير عندك الاحتراق يصير اسرع والسكر اللي بتدم يقل واذا السكر اللي بتدم قل شون راح تسوي انته راح تحس بدوخة تبي باور الباور انت شلته وعندنا احنا بكتيريا نافحة بالامعة وبكتيريا غير نافحة في بكتيريا تحب السكر وانت شلت منها السكر وتقوم هذه البكتيريا تعطيك اشارات على الجهاز العصبي وتعطي مخك وتقول لك ابي سكر ابي سكر ابي سكر الحين عرفتوا ليش الكافيين يخليك تشتهي السكر عرفتوا هذا حق الاشخاص اللي عندهم بكتيريا تحب السكر زين والاشخاص اللي ما عندهم بكتيريا تحب السكر نفسي أنا طبعا حين أقول لكم ليش أقول هذه الدراسة غير صحيحة ما أقول غير صحيحة غير دقيقة أنا ممتنع عن السكر ما فترة طويلة أو كل جمعة مثلا آكل إذا سويت دعاية أو شيء شذي آكل سكر شوية ولكن أنا باليوم أشرب ممكن خمس مرات سبرسو مثلا كافين ما حبيت السكر شنو قال الدكتور قال اللي شربون القهوة بالكافين ينون ينون يبون سكر لدرجة ما تصورونها أنا كا لا أين وأشوف السكر عادي والكابة ما تروز كاكاو وحلو ولا أي صوبة عرفت شلون ممكن شيء نسمعه أوكي نستفيد كمعلومة ولكن خلاص مو نقعد خلاص نخلي يعني قرآن كريم مثلا لا خلاص سمعنا يضبط مع ناس وناس ما يضبط معهم ليش كل أكل أي أكل بالعالم يعتمد على البكتيريا اللي بطنك هل البكتيريا تحب الأكل هذا ولا ما تحبه هني عرفت شلون فما لا علاقة القهوة تدرون شنو عيب أكثر الدكاترة يتصفح يشوف دراسات يقولها مجرد كوبي بست كوبي بست يشوف مثلا ما عنده موضوع ما عنده موضوع وشاف دراسة يبي فيد العالم يزاهر الله خير فيقول هالموضوع هذي ويقول الدراسة ولكن يا أخي الناس تحتاج تحتاج تفصيل بالموضوع ما يصير تقولي دراسة وانا اسمع بس الحين أي شخص فيكم أي شخص فيكم يديش جوجل يبلع 20 ألف دراسة وكل يوم ينزل دراسة بس السر بالموضوع عوينة أعطني تفصيل هذا ليش يسوي شذي شون يصير داخل الجسم هذا اللي نحتاجه ما يصير بس نسمع 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 ما يصير تبرمجون مخنة بس تسمعونه بالدراسة باشر الدراسة تقول لا تاكلون لا تشربون حليب الناس تروح تشتري بيبسي باشر الدراسة تقول شربوا بيبسي زين الناس قلت تشرب بيبسي عرفتوا شلون خنشق المخنة الله ما يعطينا إياه ما نأجرى تستفيد منه أكيد سمعتوا عن فصائل الدم أنت بي لا تحب اللحم أنت أو لا تحب قشر ربيان أنت ما در شون لا أنت لازم تصير نباتي إذا ما صرت نباتي لا هذا كله كلام فاضي أنا قبل أموت على النباتي أنا حباليها أنا شذي بعدين وعق كرهت النباتات قمت أكل لحوم كل هذا يعتمد على البكتيريا مالتك شنو تحود البكتيريا 100% الآن خنيب شاي بعود نقول له يلا عزمينك على كنتاكي كنتاكي حلو عندنا مثلا يأكله ودي تفلة مو حلو طعم ليش لأن البكتيريا ما تعرف هالشي هذا إنسان خنيب واحد بالجيل يديد نوكله مثلا حلوة وراهش وخبز أكل غدم يقول وعي شنو هذا كل هذا يعتمد على البكتيريا اللي ببطنة البكتيريا مالتك شنو تحب أنت تأقلمها عليه أوكي الناس اللي حبون السكر عندهم بكتيريا تموت على السكر وإذا منعت عن البكتيريا سكر ش تسوي تقوم تزلك شارات تقوم تسوي لك اكتئاب هم هم البكتيريا يبون يبون سكر بعد تعوتهم إن زين تبي أصدمك بشغلة إذا صملت لمدة أربع شهور ما دخلت حبة سكر البكتيريا هالي راح خلاص راح تموت راح تفتك منها بعد الأربع شهور أبي تاكل سكر والله العظيم إذا ما زوعتها أو ما حسيت بغي أعطيك اللي تبي ليش لأنه شي قريب ما في بكتيريا تبي السكر وهاء على فكرة ما راح يديش داخل جسمك على طول راح يطلع ليش لأن المسؤول على الامتصاص منه البكتيريا إذا حبوا يدخلونه إذا ما حبوا ما يدخلونه وأنت ما عندك بكتيريا اللي تحب السكر فأحساس شذي تحسك لوعة تشبد والسكر راح يطلع عرفت شلون أنت اللي تعود بكتيريتك ومع السلامة صبعا خير